وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي ونجحت الوزارة في ضبط 408 قضايا تموينية خلال 24 ساعة بمضبوطات بلغت قرابة 32 طن مواد غذائية وغير غذائية كما تم ضبط أكثر من 26 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 614 قضية تشتمل على 185 قضية خبز ناقص الوزن و153 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 12 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 67 طن أقماح محلية